كلمات معدودة لم ينطق الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر إلا بها في لقاء تاريخي غامض جمعه بالعاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال في العاصمة المصرية القاهرة لن تغادر إلا بإذن مني شخصيا كلمات وقعت على مسامع الملك الحسين كالصاعقة خاصة وأنه سلبت حريته في رحاب الزعيم المصري والأكثر من ذلك ما حدث خلف الأبواب المغلقة وما طلب منه حتى يعود سالما معافى إلى بلاده فما القصة؟ كانت الأجواء ساخنة والأوضاع على الجبهة في غاية التوتر ولم تكن المملكة الأردنية الهاشمية بمنأة عما يدور بين المصريين وجيرانهم من ناحية الشرق وتحركات الضفادع البشرية المصرية التي سلبت هؤلاء راحتهم واستقرارهم لم يكن هناك اتفاق بشكل مسبق جمع بين الجيش المصري والسلطات الأردنية ينص على احتضان الضفادع البشرية المصرية بمجرد الانتهاء من عملية إيلات التي سجلت وقائعها وأحداثها في التاريخ العربي بوضوح لكن السلطات المصرية لم يكن يخامرها أي شك في وطنية وعروبة الجانب الأردني إذ وضعت خطة محكمة للحفاظ على أرواح ضفادعها البشرية تنص على الاستسلام التام لحرس الحدود الأردني دون خوف كان الهدف من النهاية بهذا الشكل يتجسد في رفع كل حرج عن السلطات الأردنية من جانب الإدارة المصرية التي رغبت في أن لا يحتج البعض على الأردن بالسماح لأحد جيرانها باستخدام أراضيها لتنفيذ عملية عسكرية وما إن وقع بعض الضباط المصريين تحت طائلة الجانب الأردني حتى بدأت المخابرات الأردنية في التحقيق الشامل معهم بعد احتجازهم تحقيق دار في وضع وصفه أحد الضفادع المصرية عمر البتنوني بالجفاء البالغة في ذلك الوقت كان الملك الحسين في القاهرة لحضور مؤتمر الملوك والرؤساء الذي لم يتوانى عبد الناصر في أن يؤجله في منتصفه تقريبا لعقد اجتماع مغلق مع الملك الحسين بعدما وصلت له الأخبار اجتماع لم يتحدث في جمال عبد الناصر إلا ببضع كلمات فارقة ستظل ضيفا لدينا حتى يتم الإفراج عن ضفاضعنا البشرية المتواجدين منذ ساعات في المخابرات الأردنية ويعود لمصر تفاجأ الملك مما يسمع لماذا لجأ جهاز المخابرات إلى مثل هذا التصرف مع أشقائهم فأصدر أوامره على الفور بضرورة الإفراج عن الأربعة أفراد المصريين وأن تتم معاملتهم بأفضل معاملة ممكنة وما هي إلا مسافة الطريق حتى وصلت الأخبار إلى مبنى رئاسة الجمهورية المصري بوصول الطاقم المصري بسلام إلى القاهرة ولم يغضب الملك الحسين مما قاله له الرئيس المصري واستمر حتى انتهاء المؤتمر ولم يكشف التاريخ عن تكرار مثل هذه الواقعة بين الجانبين المصري والأردني رغم تصاعد حدة الأحداث في المنطقة التي كانت ولا تزال مليئة بالكثير من الأحداث والمعطيات التي استوجبت تنسيقا ثنائيا بينهما فبرأيكم هل كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر محقا فيما فعله مع العاهل الأردني الملك الحسين أثناء اجتماعه به في القاهرة وما دلالة عدم غضب ملك الأردن مما حدث موسيقى ترجمة نانسي قنقر